موسيقى حبابي الحلوين أبطال سنوية عند بنحل مع بعض النهاردة وموسيقى 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 سأعودوا معي على مدار السنة بإذن الله هنقسم دايماً الهومورك على 3 بارتز همسك أسئلة التشوز أعملها على 2 بارتز والأسئلة المقالية هنعملها كلها على بارتز تعالوا مع بعض نبدأ في بارت 1 أنت ذاكرت الدرس وشوفت الفيديو بتاع الدرس يبقى بنحل الواجب مع بعض يعني بتمسك وراء وقلم وبتحل معي أو أنت خلصت الواجب وبتشوف الأفكار اللي صعبة عليك أو اللي أنت حلتها مش مضبوط وبتشوف الصحف بتاعها أول سؤال معانا بيقول if f of x equals قوتان 5x minus by then if dash by over 4 equals can طيب يبقى أنا أول حاجة محتاج أجيب f dash x هجيب derivative اللي جو 5x الderivative بتاعتها 5 و الby deconistant فهتبقى بزير الكوتان أولها c تبقى بالnegative بby over 4 يبقى negative 5 قوسيق square 5 by over 4 minus boy ركز معا بقا 5 by over 4 أو يبقى 5 over 4 multiply shift by shift by shift by يبقى الكلام ده بكام ب1 over 4 by أو buying over 4 يعني كإني عايز أجيب negative 5 كوسيق square by over buy over 4 45 كوسيق 45 بroot 2 power 2 هتبقى ب2 يعني negative 5 multiply 2 تطلع بكام بnegative 10 يبقى أول سؤال إجابتنا هتكون letter d سؤال كمان number 2 يقولي y equals كوسيق 2x عايزين نجيب dy by dx ها فاكر التريج بتعمل على two steps derivative اللي جوه derivative التريج function derivative اللي جوه اللي هو 2 derivative الكوسيق negative كوسيق كوتان نفس الأنجل ادي negative و ادي الكوسيق 2 x و ادي الكوتان 2 x عايزين الكلام ده لما x by over 6 يبقى dy by by dx negative 2 كوسيق by over 6 يعني 180 over 6 الهي بكام ب3rd multiply 2 يبقى 2 by 30 بكام هتبقى ب6 يبقى كوسيق 60 كوتان 2 by 30 هتبقى ب6 ادي الكالكليتر ادي negative 2 multiply الكوسيق 1 over sine 60 نفي البركت و نقول multiply الكوتان هي 1 over 10 نفس الانجل الهي كام الهي 60 هتطلع بكام هتطلع b negative 4 over 3 which which one letter b number c f of x equals 6 square minus 10 square نصيحة مهمة اي سؤال ي simplify في القواعد التريج من فضلكم اعملوا لها التبسيط بتاعها انا مش تاكر التبسيط على على جنب القانون اللي احنا عندنا 1 plus 10 square x هتدينا 6 square x اللي حصل انه هو ما شديناك تبقت 6 square x minus 10 square x بقت equals كام equals 1 هي دي المسألة اللي معاين اي فكده الهندسة المسألة بقيت f equals كام equals 1 فبقيت f dash x في 1 by constant فالderivative بتاع الكون constant بكام ب0 whatever بقى هو هيعود بكام عود زي ما تعود هتطلع بكام ب0 يبقى انختار لتر بي طبعا في واحد تاني بقى وجع دماغه عملها قمزة بقى ونزل الpower وجاب تاني نصيحة ذهبية اي مسألة فيها 3 rules رقم واحد من فضلكم حاولوا دايما تعملوا لها simplify سؤال number 4 دي ايه دي كومز عظيم كومزة طلع 3 صوابع هنزل الpower اجيب derivative للجو اناقص من 1 بأي تلتي ماشي يبقى مست f dash x هنزل الpower من 0 3 هجيب derivative للجو تمام derivative 5 constant هروح من ازل negative 2 و derivative الكوتان اولها c تبقى تبقى بالnegative negative negative positive والكوتان derivative بتاعتها negative cosec square حطينا negative خلاص طيب وبعدين امسك المسألة اللي هي 5 minus 2 كوتان x وبدل ما هي power 3 اخليها power cam power تمام عزين جد عايز الكلام ده هو عايز f dash لما x become by over 40 5 يبقى 3 تعال كده نخلصها 3 by 2 تبقى 6 على 2 وفر كوسيك square 45 اهي power 2 اهي وهنا 5 minus 2 كوتان 45 all 2 power cam power 2 على مهلك وعلى مهلك ادي 6 كوسيك 45 بدماغك او بالcalculator بroot 2 root 2 عليها power 2 طب up 2 عزيب 5 minus 10 45 1 1 times 2 2 power 2 يعني انا اعايز اعلم 6 by 2 by 5 minus 2 power 2 هه بكم هتطلع ب 108 خلي باك وحتطلعك الnegative عشان لو انت نسيت موضوع الnegative negative لا يا مستر هي طلع لتر d سهلة number 5 y equals sine x minus 1 over 3 sine power 3 عايزين نشوف dy by dx كام او اي power 3 dy by dx على مهلك وعلى مهلك ايه الderivative بتاع sine cos x minus هنزل الcoefficient 3 خطوات هنزل power هاجيب derivative اللجو انه cos x هنزل المسألة ونقص منها 1 بدلا power 3 تبقى عصول عصول power 2 حبيب ال حبيب ال طائر 3 مع 1 over c خذ cos 8 common factor تعال cos x common factor لما خذ cos common factor تفضل ايه في minus وفي sine power 2 ايكس انا حل غلط ونعين ونزيل لا حل غلط انت نسيت القاعدة الزابعة بتاعت الدرس وقت ما تتزن فكر في قوانين بلتري انا عندي قانون بيقول لي كده ان cosine square plus sine square equals 1 فهو عايز 1 minus sine square x يعني طلع دي بر فتبقى بكامل بcosine square x يبقى انا ممكن اشي ال 1 minus sine square واخليها cosine square يبقى cosine x وهنا دي cosine square x d power 1 وd power 2 ساعة times نعمل plus للpowers هتبقى cosine power 3 x cosine power 3 x هي هي cosine x all power 3 مساء عزيزي هو حط power 3 فانت هتختار ايه cosine cosine اللي هي هتكون letter c مسائل سهل والمفروض انا اوصف فيك ان انت المفروض تبقى حالل كل الكلام ده بسهول تعال نشوف number 6 y equal انا بكتب المسألة عشان لقيت فيها حتة ايه فوزة ما خلص بقى انا فهمت الفكر اقول 10x plus 1 over 3 10x اقول power 3 يلا هجيب dy by dx ايه derivative بتاع 10 6 square x plus 1 over 3 ثلاث خطوات هنزل الpower هنزل من المسألة من الpower بتاحها 1 هنزليها 10 power 2 x طب وبعدين هجيب derivative للنبو ايه derivative بتاع 10 6 square x زي المسألة اللي بناتت هطير 3 مع 1 over 3 وارروح واخد 6 power 2 common factor خدنا 6 power 2 common factor كتبنا 1 والcoefficient plus 10 square x حضايب البي 1 plus 10 square x قانون ايهو القانون 1 plus 10 square 6 square عصول يبقى انا ممكن اقول اني دي 6 power 2 x الول common factor اللي برد ودي هتنزل ب6 power 2 x هي كمان 6 power 2 multiply 6 power 2 ب6 power 4 x او 6 x all power 4 براحلة كده صح وكده صح مين اللي يحكم الام cq في 6 power 4 او وهو بحاطة power 4 يبقى هنختار مع بعض choice letter b سؤال number 7 نركز مع بعض if of x عبارة عن sine x اكتبتها ادنى عسنا اضع لك الدول دي شتبتك الام multiply 6 2 x دول اثنين derivative الاول في الثاني بلس derivative في الثاني في الاول يلا نطبق f dash x derivative sine cosine x derivative in first by second 6 2 x plus انزل in first sine x multiply derivative second باكس باكس second trick تم على خطوة d derivative اللي هو اللي هو 2 derivative الذي هو 6 10 نفس الانجل 6 2 x 10 2 x حلو خطوة خطوة ان هنا فيه 6 2 x وهنا فيه 6 2 x ممكن ناخدها common factor برا بس ليه اعمل في نفس كده هي غلط لا مش غلط صح بس هو عايزني اعوض ب numerical value ايه خليني اخد وقت في المتحانة انا اعوض اعوض وقت اعوض طب اعوض على طول اذا ممكن اطبع فبص كده انا امشي عليها واحدة واحدة if dash zero اعوض اعوض اتفضل one by one تبقى الإجابة بكام one اللي هي which one اللي هي one letter c سهلا تمام تعالى نشوف سؤال كمان number eight لما يقول لك d by dx ويعمل لك bracket فهو كده الراجل بيقول لك ان دي y دي المسألة وهو عايز derivative بتاعي يبقى الكامل مكتوب ده انا عايز derivative بتاع المسألة بالنسبة المين ل x واحد بلات يقولي الكوتان اولها c فالderivative بتاعيتها negative والكوتان هتبقى كو سيك سكوير اقول له انت بتفكر بصابة عجلك ليه اصلي دي كلها ما فيهاش اكسات اصلي دي كلها ارقام ودريفاتف اي كونستان مهما كان باي او بكام بزيرو فمعنى كده ان احنا هنستار مع بعض لتر دي اوعى تقع في المطب ده مطب مشهور قوي يجيب لك كوتان او ساين او قوسان بس ليه كونستان فانت تقع تطبق قاعدة derivative اللي هي سكر دي كلها ارقام فكوتان 45 بان 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 فانت عايز تجيب الـ بتاع التو او انا عدى احسابها ليه دريفاتف اي كونستان مهما كان اجابته بزيرو اللي هي هتكون لتر دي تمه تعال نشوف number 9 هه نعمل ايه نجيب الـ غلطان ليه يا مستغلطان حبيب قلبي قلنا نشوف القوانين بتاعة التريج فوق انا عندي قانون مهم ايه هو القانون مهم ده عندي قانون بيقول ليك ان الكوساين 2 اكس عبارة عن 2 كوساين سكوير اكس مينس 1 ده كانت تانية سانري اسمه قانون من قوانين double angle واحنا دمينا الكلام ده واحنا بشرح حصة جمعتهم لك كله فمجرد ما انا شفت المسألة 2 كوساين سكوير اكس مينس 1 فنفهم ده بيقول لي ان الواي عبارة عن كوساين 2 اكس فباك اسه فلما ييجي يقول لي d y by d اكس اقول له انا اجيب ديريفت بالبقوة والكوساين اولها c تبقى بال negative والديريفت بالكوساين هتبقى negative sign نفس الانجل تبقى الاجابة negative 2 sign 2 x which one اللي هتكون letter c مصيدة طيب هلو خالص سؤال number 10 افتكر قوانين التريج عندي قانون انا بيقول 1 plus 10 square x ومعايا برافو عليك برافو عليك 6 square x يبقى انا هاشيل دي واقول له كده هو انت عايز لي اجيب لك derivative بتاع 6 square x all power 3 طيب power فوق power يتعب له times يبقى انت عايز اني اجيب لك derivative بتاع 6 x all power 6 عزيز دي اسمع ايه كم خطوة 3 هنزل الpower اناقص من 1 اجيب derivative للجوم يلا هنزل الpower اناقص من 1 تبقى 6 power 5 x اجيب derivative من 6 الهو اللي جوم derivative 6 ستبقى 6 3 لمست مش مربوض يبقى لسه فيها ايه بائم لسه فيها لعا 6 power 1 و6 power 5 يتعامل plus للpower plus للpower يبقى d 6 ودي 6 power 6 x 10 x دور علي ال ا ا اني واحدة letter c يبقى سؤال رقم 10 اجاب number 11 عايزين نجيب d by dx لمسألة دواها d by dx لما نجيب كذا derivative يبقى لازم ابتدي بالderivative اللي دوا الهو لازم احل المنطقة اللي دوا المسألة في الهو فعمل ايه اقول d by dx هسر تشتغل فيه واروح منزل x power 2 واجيب derivative بتاع bracket الصغاط يبقى derivative x هتبقى 1 وdrivative 6 حفظنا كلنا 6 10 يبقى 6 x 10 x حيو خاص دول طبعا time اصبعا هجيب derivative بقى لل bracket دوا ماشي يبقى derivative x square 2x derivative 1 0 ما تكتبهاش او عايز تكتب زيوه بتحر 6 10 هنجيب derivative الاول في التاني plus derivative التاني في الاولين يلا derivative الاول derivative 6 6 10 multiply 10 multiply 10 يبقى 10 طب ما فيه 10 10 10 10 يبقى 10 بعد ما تقع تكتب 10 10 تمام بعد كده احنا عملنا derivative الاول في التاني صح تعال ننزل الاولين اللي هو 6 x ونجيب derivative في التاني ايه derivative بتاعت التاني 6 square ممكن نكتب 6 square اه وممكن ابقى ذات اقول 6 square times 6 6 power 6 power 3 خلصنا المسألة بس الاجابة بتاعتي فين في الاختراف مبوض اول واحدة 2x plus 1 ما الوان اتشاب يبقى دي غلط letter c 2 بس ازاي 2 بس ما فيها 2x اه طبقى غلط برض طب يا ترى هي b ولا d هتتلمس زي بص كده حبيبة قلبي وبص حبيبة شايف التاني square دي اه مش احنا اقول من شوية ان 1 plus 2 square ب6 square صح ها يعني معنى كده صديقي ان لو انا عايز 2 square اشيلها ابذلها ب6 square x minus 1 ها بس انت بس انا طالب انا ايه اللي خليها فابكر كده لقيت الاختيار بيه مفروش 3 خالص خالص كله 6 يبقى معنى كده لو هي احتمال بيه ها يبقى لازم يكون ثالث صح انا عملت كده لو اشعر كده ستبقى دي خلاص نحن 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 ادت 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 2x وادت 6x وارجع فوق هشيل الثاني square وحط مكانها 6 square x minus 1 plus 6 power 3x هتعملي 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 ب2 6 power 3 يعني 2x وهنا 2 6 power 3 x minus 6 x ركز فيها 2x 2 6 power 3 x minus 6 x هتعملي معك الملزان a letter b السؤال ده حل طيب لو هو حل اكتب عليه variable كمان طيب نشوف السؤال كمان number 12 f of x equals a x sine x cosine x multiply cosine 2 x عايزين نجيل f dash لما x by over عزيزي والحوظة مهمة ارسمها على قلب طول سنويا اول ملاقي ان في هذا الاشغد لما لقي sine x لزق في cosine x وقدر بشكل او باخر اضع لها تو فدي كلها على بعضها اول ملاقي المنظر ده ابدل بقوانين دابل الانجل اخليها sine 2 x طب هو ده واببود اه اده فين يا مستر بوس كده شايف ايه بب x دي انا 8 x عايز اخذ منها 2 فأنا اخلي دي 4 x واببود 2 اخذ 4 x وهفط 2 اخذ ها جنب sine جنب cosine عشان اجيب المنظر اللي انا عايزه يبقى خدت sine و cosine وخدت من 8 2 وهنزل او منساش انزل ال cos 2 x اللي باللون الاحمر ده ده قانون double angle فبقت 4 x sine ضعف angle double angle يعني ضعف ها بدلا ما هي x تبقى 2 x cosine 2 x ايه مست ايه حبيب ده انا لقيت قانون double angle مرة تمام بس نقص 2 واخدنا من 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 4 x مست كده ادي 4 x هناخد من 4 2 هتبقى 2 x وهنا خدنا منها 2 وتبقى sine 2 x cosine 2 x فدي كده على بعض يا عزيز الحبيب هه ده كده قانون double angle فالمسألة رسيت في الاخر ان هي 2 x sine double angle ضعف angle ضعف 2 4 sine 4 x فبقوا اثنين بس كانوا في الاول كامل كانوا 1 2 3 4 functions وانما هنعمله 4 مرات رسيت ابو الشكر دي جيلة 2 لما قلت لك وسمعتها مني تذكر حيث لما قلت لك في الامتحان تتفكر فيه لذا انت بتطبقها على طول لانك شفتها في الهومور كذا مر يلا هنعمل ايه هجيب الـ دول 2 times بعض ديريفات الاول multiply الثاني اللي هو sine 4 x plus الاولاني اللي هو 2 x ديريفات الثاني الثاني 3 يبقى ديريفات في اللقوة ديريفات في 3 ديريفات في 4 x 4 ديريفات في اللقوة حفظناها اه اتهرين لنا في الحصة ديريفات بالsine cosine نفس الانجل cosine a 4 x نفس الانجل يعني نفس اه اللقوة الفانس هيا يا مستر هتبقى 2 sine 4 x plus a x cosine 4 x خلصت لا لأنه عايزني اجيبني مركة لزال if dash by over 8 طيب ها يبقى انا عايز if dash by over 8 2 sign 4 times by over 8 by over 2 plus 8 times by over 8 هتلاقي ال8 راحة مع ال8 يتصدل by وسine 4 times by over 8 هتبقى cosine by over وسine 90 ب0 0 times هتطلع الاجابة بكام ب2 اللي هي هتكون letter d تلاقي واحد من زميلك كده يقول لك كده ادباعك ليه ما انتحلها بالكالكليتر يا عمي نعرف حلاب بالكالكليتر وانا هنقول لك لأ بس هو انا عايز اخش على الداس انا عايز ابقى موانس ادب الدنيا افهم واتأكن بالكالكليتر ولا كل الاسئلة حلاب بالكالكليتر وما بقاش فاهم فتجي لي مسألة انا فتجي لي وعرفش حلاب وبقى عبيد لا يا حبيبي غلط الكالكليتر علشان تتأكد به الكالكليتر علشان تصرع وقتك ومش عشان تلغي في عمك طب يا مستر ماشي انا فهمت قولي تأكد ازاي ماشي هجيب الكالكليتر هنعمل ليه بالكالكليتر اي سؤال ترج لازم اخلي مطزومة الكالكليتر بالرديان فهعمل نشفت مود واختار ادي شفت وروح درس على الزرد بتاع الدريبة وابتدي اكتب المسألة بس كده ات الفا اكس بعد كده سين الفا اكس وروح اقفل واجيب كوسين الفا اكس وروح اقفل وقوله كوسين طو الفا اكس وروح اقفل تمام واطلع بار ده بالرديان بازم الانجل تكتب بالايه بالباي برافو اعمل فاكشن شفت باي اوبر ايت وادوس ايكو تطلع طوف رمضة عينيان نستلتغور واجع دماغ انا اغرور واجع دماغ انا عايز ايه اطلع كل لطاقتك في ان انت تبقى ثاهم وفي الاخر تبقى تعرف تحليب شوالت اثنين مش هناخر بمهارة بعد ما بتخلص المسألة ما تنساش ترجع سيستم الكالبليتر شفت مود دي جري فاختار رقم سري عشان بقيت الامتحان ما يبص منك فانا اوعى تلغي دماغك اللي يقولك تعال حليك كل حاجة بالكالبليتر ده بني ادم مؤذي وعايزك تبقى بني ادم حمار لا طلع كل بفاهمك وتأكد بالكالبليتر لو اتزلقت في الامتحان وبقى حل بالكالبليتر على طول بس ما يفعش حد يقولك انت مش فاك تعال نشوف سوال number 30 دي باي دي اكس يعني عايزين يجيب الديريباتر بسيك اكس ماينس ون سيك اكس بلاس ون صديق ده ايه ده ده اسمه ديفرنس بتوين تو سكوار برافر يعني معنى كده هنعمل فرست باي فرست ماينس ساكن باي ساكن يعني انا عايز اجيب الديريباتر اه لمين سك باي سك سك سكوار اكس ون باي ون بكامل بوا طيب هن ركز هل ده قانون بس ليه افكر في القانون طالما كده الديريباتر بتاع ون اصلا بايه ديريباتر من الون كل اسمه تمام فممكن او بزيرو يعني فممكن اجيب الديريباتر بتاع مين سك سكوار بس تمام يعني الكلام ده سك سكوار هنزل الباور تمام وبعد ما نزل الباور اروح منقص من واحد اللي هو سك اكس واجيب ديريباتر للجوه اللي هو هيبقى سك اكس تان اكس سك باي سك هيبقى سك سكوار تبقى سك سكوار اكس تان اكس واحدة او واحدة يقولي انا محطاش كده يقولي يا عم كل الطرق فقدي الى روما كله صح يقولي يا مستر انا روحت للقانون اللي هو بيقول وان بلس تان سكوار اكس بشك سكوار اكس فلما لقيته ايل سك سكوار اكس مين اص روحت انا شيلة المسألة دي وحطت ها تان سكوار اكس فكاين يا مستر وانا بحل حلية المسألة ان هي تان اكس اول باور تمه صح بار عملتها ازاي قال لي انا نزلت الباور انا جبت الديريباتر بتاع التان انه سك سكوار ونقصت منه واحد اللي هو ايه تان اكس يابني هي صدقني ما فيها ش مسكين كده صح وكده صح المهم في الحالتين تدور على 2 6 سكوار اكس تان اكس اللي هي هتكون لتر ب طيب نمبر 40 دي باي دي اكس كوسين اكس وسيك اكس ايه رأيك يا صديقي بدأ ما نعملها بطريقة دريبة في الاولى في التانية ودريبة في التانية في القضاء نهزة دماغنا كده لا انا هحول الكوسيك لون اوفر ساين بس كده دي باي دي اكس كوسين اكس وهنا وان اوفر ساين اكس فبقت كوسين اوفر ساين كوسين اوفر ساين بايه عسل كوتان رابو يبقى دي باي دي اكس عايزين نجيب الدريبة للكوتان اولها سي تبقى بالنجيب والكوتان هتبقى نجيب كوسيك سكوير اكس دي سهل خالص ينص خير بقى لو واحد عملها دريبة في الاولى في التانية ايو عد بقى يلن اتطلع صح بس دايما بسانية عامة بدور دايما ايه اللي خليمي حل صح بفاه بسرعة طيب سؤال كمان number 50 y equals سين x سك باي over 2 minus x كان عندنا good rules وbad rules اث ليا باي over 2 minus وبي over 2 plus ليا 90 ليا co-angles ليا complementary angles اللي كانت تحول السين لكوسين والتان لكوتان والسك لكوسك فلما لقيت سك 90 minus x انا هخليها كوسك x فالسؤال بقى ايه y sign x اه برافو كوسك x في واحد عبيد دلوقتي هيقول لك derivative الأول في الثاني و derivative في الثاني في الأولين لسيبك من اه درمين مش باك في ولد تاني زكي او بنيوت زكي قال لي يا ميستر ونعال قال لي مش الساين والكوسك وي سوبر كمز شعلوه البعض ملتبكات البعض يعني الطايمز بتاحهم بكام عسل 1 يبقى معنا كده dy by dx derivative by 1 become 0 يا سلام على الحل لما نبقى فاهمين التريكست اللي موجودة جوه كل مسألة number 60 برد اه انا ايه كو انجلز باد عظيم فانا هو بدل ما هي 90 minus سيتا وطفر سيتا هتكون ايه هتحول الوسine هتخليها ايه سين فتبقى دي سين 1 over x دي اسمها derivative لتريك function derivative اللي بوه derivative trik derivative اللي بوه derivative trik ماشي يبقى dy by dx في الحسة استنتجنا وحفظنا ايه derivative بتاع 1 over x عسل اللي لقالها عسل negative 1 over x square اللي مش فاكر جات منين يرجع للحس كنا اثبتناها اقول ما نحفظ عن استخدامها كتير قاعد derivative sign هتبقى cosine 1 over x مش موجود طيب تمام طالما مش موجودة هرجع تالي اخلي cosine sine طب ازاي cosine تبقى sine احط 90 minus فانا خليها negative 1 over x square sine by over 2 minus 1 over x دي طريقة اه دي طريقة واحد تانية قال لي ايه طب انا عندي يا مستر طريقة تانية تريد تفضلو قال لي ايه رايك مستر لو انا ما استعملتش فكرة ال co-angles او bad angles انا يا مستر هجيب derivative على طول اقول له ممكن بص كده ان ولد او البنوتة التانية عملوا ايه قال لي انا هجيب derivative للجول derivative ادي negative وال1 over x يا مستر حضرتك قلتا لنا negative 1 over x square او بروف كده انا جبت derivative للجول derivative الcosine اولها c تبقى بالnegative خنغative نغative حول اي واحدة فيه تبقى و الcosine هتبقى negative خلاص والsine نفس الآن اكتب الكلام ده ربس مش هكتب الفوست في اللي باره جوت فهنقول negative 1 x square sine bar over 2 minus 1 over x ده كده سبقي another solution يا جماعة الماس ما نميزوش طريقة واحدة ممكن تحلل المسألة بكذا طريقة مهانية هتطلعوا نفس ايه الحال طيب تعال كده ندور على الكلام ده في الاختيارات بتاعتنا هنلاقي letter c هكتفي في part 1 عشان ما يتوالش مننا من 1 ل16 وفي الpart الثاني نبقى نكمل باية الأسئلة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر